المشيئات في خطر الساكينات في خطر الساكينات عالي والرئيس لا يبالي والرئيس لا يبالي من ما كتشوفوا هذا المعتصام اللي دخل في يومي الثالثة عشر الاستنكاراً هذا المهزلة اللي قررت القرن المجلس السماعي اللي بالفاع أنها يدير هنا هي واحد المحطة تصفية المياه اللي عادمة للسنطر اللي اختاروا لهذا الموقع هذا تقريباً في 2018 درناها شيكايات درناها رسلنا للجهات المعنية في 2018 بتلقينا شتاشي إجابة ومن بعد الرئيس طمنا قال لقنا ما بقاتش لمحت للاولة ثمار قد نحولها نستوط نؤف بجهة أخرى لنتفاجأ عام 2019 أنه قرر يجيب لنا عود المحطة ويستويطناها ويقررنا ويدرتنا رغم الشكاية دياننا رغم أننا درناها بزيف ديان ديالة 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 carefully سواء الداخلية سواء اللي Griffith البيئة المياه والعمل والولاية رسلنا جميع القطاعات المشاركة وليسف شديد مع ما تلقينا التاشيرات ولا ولا اشارة وياخدوا بعين اعتبار ملاحظة ديال السكن هذه مع العين معنى المحتاجة استقريبا وسط الحقل ديال الساكنة وقريبا بزاف للهذا للضيور ديال السكن وانتبنا ان شاء الله وبقال نعي جلالة مالك نصره الله محمد السادس يدخل وياخدنا حقنا وعشى المالك وشكرا اليوم الثالث عشر في النضال المستمر اللي احنا هنا تحت الشمس كما كتشوفو يعني باقي كان نادي وكان ناشدوا السلطات وكان ناشدوا المسؤولين وناستغيط بجلالة المالك محمد السادس باشيجي يعني يفك هاد المهزلة هادئة اللي كتبان لنا غادة في واحد المصار يعني اللي لا حوله ورقوة إلا بالله يعني هاد المحطة هادئة ديال العار اللي جاي بلنا وسط الساكنة ووسط الأراضي الفلاحية ديالنا وما زال هاد الناس ما بغاوش يحشمو ما بغاوش يديروا واحد الحل اللي هو صالح يعني لا ضار ولا ضرر احنا ماشي ما بغيناش المشاريع التنموية احنا بغينا مشاريع بغينا بالفعل تستافت وستافدوا احتحنا معاها ولكن ماشي على ظهر ايج بوهروة ماشي على ظهر امركس يعني ماشي وسط السكن ديالنا وماشي وسط اراضي الفلاحية ديالنا والاضرار يعني اللي غدر هاد المحطة هدي رغم جميع الضمانات اللي كيعطيوهوما بان هاد المحطة ره هي يعني محطة يعني ضمنوا هاد من السلامة ديالها ولكن احنا يا رغم يمكن لي ماشي نقبلوا بهاد المحطة وسط الاراضي الفلاحية ديالنا يعني غد استاغل الاراضي الغير هاد المياه هدي اللي غد خرج هنا يفيه غد مشي يعني ستستغل الأراضي ديالنا ومن غير هذا الشي هذا يعني كينين بعد المواد لما كيتفاوش يعني كينين بعد المواد لما كيتفاوش كي يبطوا تحت الأرض وكيمشوا عبر العيون يعني سيمشوا الأبار ديالنا نحن هنا لليوم الثالث عشر إلى التوالي المعتصم رجال ونساء كما تشوفوا نحن هنا كشباب المنطقة مطلبنا واحد وهدفنا واحد وإبعاد محطة تطهير السائل التي ستقام قرب الدوور ديالنا قرب المنازل ديالنا وقرب الفلاحة ديالنا والمطلب ديالنا كما كان عود المطلب ديالنا واحد وهو إبعاد هذا المحطة بعيدا عن السكنة ديال المواطنين وكان ناشت جميع المسؤولين أنهم يديروا ولو التفاتة واحدة لهذه المنطقة بما أن الإخوان ديالنا في تنسيقية رسلوا جميع الجهات المعنية ولا من مجيب واليوم كان عاود أنني نطلب الجهات المسؤولة أنها تدير التفاتة لهذه المنطقة وتشوف بعينها أن محطة تطهير السائل قريبة جدا من منازل السكنة ديالنا وشكرا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس ترجمة نانسي قنقر